اشتركوا في القناة موجود عندي channel والproduct والcategory والregion وعندي كمان المبيعات الجدول التاني فيه برضو بيانات المبيعات ولكن المستهدف او البودجت ومتقسم تأسيمات اقل شوية فعندي اربعة كولومز الproduct والcategory والchannel والبودجت او المبلغ بتاع البودجت لو بصينا على الجدول الاولاني هنلاقي تفصيلي اكتر من التاني عشان كده موجود في 670 line الجدول التاني فيه بس حوالي 97 line أقل من 100 line طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان نعمل تقرير يقارن الفعلي بالمستهدف باستخدام الpower pivot الخطوة الاولى هقف على اي سل في الجدول الاولاني وادوس على ctrl t علشان احول الجدول ده الى table format حيفتحي الويندو بتاعك create table ويقول لي الtable بتاعك عنده هادرز ولا لأ هادوس على اوكي حيحوله لي على طول الى table لو انت مش عايز الفورماتينج اللي هو عمله الكاستم فورمات ده ممكن اروح على table design ومن table styles واقول له لو سمحت hat light يبقى تقريبا مغيرتش اي حاجة في الفورمات او في اللي اوت وانا واقف برضو على نفس table من table design عالشمال حلاق يدى اسم automatic ادى table 2 يفضل جدا يديني اسم لي معنى طبعا هو مش لازم ممكن يشتغل باسم table 2 ولكن انا بنصحك وبفضل انك تدي اسم تقدر تفتكره او يكون لي معنى بالنسبة لك فحسمي الtable ده اكتشون الtable التاني نفس الكلام ctrl t هدوس على اوكي table design هاختار light table 3 هسمي المرات دي budget الجدولين دلوقتي كل واحد فيهم بقى table format وكل table منهم بقى لي اسم عشان ادر اعمل تقرير ياخد data من جدولين في نفس الوقت باستخدام power pivot اول حاجة محتاجة حدد الاعمال المشتركة بين الجدولين هتلاقي ان انا عندي 3 اعمالة مشتركين product والcategory والchannel في الوقت الحالي التقرير بتاعي حيركز على product والcategory الاثنين مرتبطين ببعض لانه كل category عنده مجموعة من products يبقى انا ممكن اربط الجدولين بس بالproducts وبالتالي هقدر كمان a report على category لو حاولت تفهم اكتر المعلومات اللي موجودة في الproducts هتلاقي اسامي الproducts في الجدولين متكررة اكتر من مرة يعني مثلا الbreaks هنا متكررة وحتلاقيها برضو هنا متكررة الcargo bikes هنا متكررة وهتلاقي برضو اختها متكرر في الجدول بتاع الactions يبقى الوضع الحالي مش هيساعدني ان اربط بين الجدولين باستخدام الproducts لازم اعمل لهم جدول 3 هعمل جدول 3 ده من the two columns دول مع بعضا فهاختار اي سل في الكلوم بتاع الproduct وهدوس control space مرتين فهاختار الكلوم كله وبعد كده هدوس shift وساهم يمين ctrl c واجه على يمين هنا في الحتة الفاضية دي وهقول له ctrl v عشان اعمل paste فكده بقى عندي جدول بفروش غير بس اتنين column الproduct والcategory لكن لسه الproduct فيه تكرارات فمحتاج اشيل التكرارات اللي موجودة فيه فبنفس الاختيار ده انا مختار العمودين مع بعض هروح على data ومن data هروح على data tools واقول له لو سمحت remove duplicates هاختار الاثنين مع بعض two columns مع بعض وادوس على ok كده هتلاقي الproducts موجودة في column 1 وما فيهاش اي تكرارات 25 product دلوقتي ممكن احاول الجدول ده كمان الى table format وانا مختار اي سل جوا ctrl t my table has headers ok هروح على table design هاختار اللايت بدل table 4 هسميه الproduct table يلا نعمل التقرير بتاعنا باستخدام power pivot دلوقتي حالا وانا مختار اي جدول من الثلاثة هاختار table design وهروح على الشمال من tools حاجة اسمها summarize pivot table اول ما حدوس عليها هيفتحي الpivot table window الطبيعية خالص كده المطلوب مني اقول لو سمحت add this to the data model وبدلا ما انا مختار new worksheet ممكن اقول له existing worksheet وهدوس على السهم ده وهاختار اي سل جوا الشيط اللايت مجهزها للpivot table وهقول له اوكي هتلاقي على طول عمل لك pivot table وقادي الpivot table list وتعال نبص كده عليها هتلاقي عندك الجدول اللي بدأت منه اسمه actual ودي كل columns بتاعته لكن لو روحت على all خد بالك فيه two tabs واحد اسمها active والتاني اسمها all لو روحت على all هتلاقي التلات جداول الموجودين بس هتلاحز ان فيه خط رفايع كده ما بين التلات جداول مفيش مشكلة انا حبدأ على طول بالreport بتاعي خد بالك الproduct table كان معمولا عشان يروبه بتالجدولين من بعض هفتحه هلاقي product وكاتيجري تعال ابدأ ان اخط الكاتيجري في الروز فقادي الريبورت بتاعي عدا يتشكل عندي الاربعة كاتيجوريز طب انا هجيب الديتا منين الديتا بتاعت الاكتشول موجودة في التابل بتاع الاكتشول ادي اكتشول ريفنيو هختارها هتروح على الpivot table values لكن بص معايا هتلاقي الرقم متكرر وهو هو الرقم الفيرتبيران توتل ولو بصيت على الpivot table list هتلاقي العلامة الصفرة دي معناها ان انت عندك مشكلة او فيه وردنج مغين بيحذرك منه بيقولك والله انا شاكك انك محتاج تعمل علاقة ما بين الجدولين دول لازم تربط الجدولين دول ببعض اللي هم مين جدول الاكتشول مع جدول الproduct وميديك option يا اما تعمل انت الريليشن دي بنفسك يا اما auto detect انا حدوس auto detect هيقولك والله انا لقيت one relationship وخلاص عملتها لك close بص كده على شكل الريبورت تتغير بقى عندي التقسيمة مظبوطة والgrand total بتاعي مظبوط ممكن اعمله formatting هاختار اي sell من الكلام بتاع sum of actual revenue right click number format هاختار currency ومن غير دسم الplaces وقوله اوكي لو بصيت بقى دلوقتي على الpivot table fields هتلاقي الخط اللي كان بين actual product الخط ده اختفى بس لسه فيه واحد ما بينهم وما بين الايه الbudget عشان لسه ما فيش relation لسه هو شايف الbudget منفصل عن الاتنين التانين ولو روحت الوقتي على الاكتف هتلاقي الactual موجود والproduct موجود ليه لاني واخد منهم columns واحد من هنا واحد من هنا محطوطين جوه الpivot table ارجع تانية على all تعالى نختار budget هناخد منها الbudget revenue لو علمت عليها هتروح مكانها على طول في الجزء بتاع الvalues ونفس المسج بالزبط ونفس التوتل المتكرر auto detect قالك والله يلاقيت one relationship قوله close ادي الreport زبط والخط اللي في النص كمان اختفى اختار اي سل right click number format ودلوقتي حضرتك استخدمت الpower pivot عشان تعمل الreport ما بين الactual والbudget وحطيت معلومات من 3 جداول جوه pivot table واحد وعملت data model يمكن انت مش شايفه قدامك لكن موجود في الback end تعالى نكمل انا كمان عايز اجيب الفرق ما بين الactual والbudget هقف على اول table بتاع الactual وقلو right click وقلو سمحت add measure المجر ده هيخليني اعمل معادلة باستخدام الdax وجوه data model والpower pivot هعمل الكلام ده ازاي اول حاجة حدي اسم من المجر ده حسبة جديدة او calculation جديدة محتاجين نديها اسم انا هسميها actual versus budget هننزل تحت ونبدأ نكتب المعادلة بتاعتنا انا اصلا عندي calculation اسمها sum of revenue وcalculation تانية اسمها sum of budget revenue عشان استدعي الcalculation ده جوه الcalculation الجديدة هفتح square bracket حلايا عندي fx يعني دي calculation او measure هاختار sum of actual revenue وقلو minus وهفتح square bracket تاني واختار الcalculation التانية اسمها sum of budget revenue double click وادوس على اوكي ولو فتحت ال table بتاع actual ده ونزلت تحت حلايا fx وبعدها اسم الماجر او الحسبة او الcalculation انا عملته ممكن اختارها هتروح مكانها على طول وحتلاقي زي ما انت شايف الفرق او ما بين والbudget طب مش عجبك ده مفيش مشكلة هارجع على ال table تاني وحقول له هلاقي تحت عندي هنا هيسمها category الكاتيجري ده ما هو الا النمبر هاختار currency زيو دي اسم وقول له اوكي بقى عندك اهو وكله زي الفل طب لو حبيت اعمل تقسيمة كمان بالproduct مفيش مشكلة هاقفل الجدول بتاع actual واروح على جدول الproduct هاختار product احطها برضو في ال rose تحت الكاتيجري بقى عندي الكاتيجري متقسم تحته كل وي الكالكليشن ماشية معاك سواء على او بسرعة من ممكن اروح اقول له ولا سمحت انا عايز ال subtotal وقول له show all subtotal at top of the group زي الفل الف مبروك حضرتك استخدمت ال power pivot وال data model وكمان عملت dax calculation باستخدام ال dax functions لو حراج جديد في موضوع ال power pivot ومتاك تعرف اكتر عن ال data model وال dax وال power pivot في سلسلة كاملة من 16 فيديو بتتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل وحتلاقي اللينك بتاعها على screen دلوقتي حالا كمان هتلاقي لينك تاني للمحاضرة الاولى من سلسلة تحليل البيانات باستخدام ادوات مايكروسوفت تحديدا excel و power bi المحاضرة الاولى متاحة للجميع من المحاضرة التانية لغاية 12 متاحين للاعضاء المتسبين فقط شكرا جدا والسلام عليكم